موسيقى هذه المسائية من الميادين وفي عنوين نقاش الليلة روسيا ترفض تقرير آلية التحقيق في حادثة خانشيخون بسوريا وتعتبرها فضيحة وكاتبه هوات وتقدم مشروع قرار دولي لاستمرار التحقيق وتنسيق موسكو مع طيران يأخذ طريق الحسم في الملف السوري قذفات تعبر أجواء إيران القصف في البوكمال وإصرار على مؤتمر الحوار السوري في سوتي حزب الله وحماس عودة العلاقة إلى مربع استراتيجيات المقاومة واهتمام إسرائيلي بأبعاد اللقاء بين السيد نصر الله والعاروري مرحبا بكم رسائل روسية متعددة الجبهات والاتجاهات وأبرزها إلى واشنطن لغة حاسمة اعتمدتها موسكو في الملف السوري رفض تقرير آلية التحقيق فيما عرف بحادثة خانشيخون الكيميائية وصفها بالفضيحة ومسرحية هو روسيا العائد رئيسها من طهران تصعد ميدانيا برسالتين جويتين فقاذفاتها الاستراتيجية تعبر أجواء إيران لتقصف داعش في سوريا وفي المقابل تصر على عقد مؤتمر سوتي للحوار السوري قبيل محطة جونيف فهل دخلت روسيا بالتنسيق مع إيران مرحلة الحسم في سوريا؟ وبالتوازي وعلى خط محور المقاومة تنشغل إسرائيل بمتابعة أبعاد ودلائل لقاء السيد حسن نصر الله ونائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري وما أثاره نشر صورة اللقاء من هواجس إسرائيلية فهل هي إعادة لضبط الاستراتيجيات بين أبرز حركتين مقاومتين؟ فالإسرائيليون يعتقدون أن هذا التطور يضع كيانهم بين صواريخ حماس جنوبا وحزب الله شمالا قبل الخوض في تفاصيل المسائية للليل اسمحوا لنا مشاهدين نتجه وإياكم إلى غرفة الأخبار في الميادين وموجز لأهمي وآخر الأنباء أهلا بكم يواصل الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة تقدم باتجاه مواقع سيطرة داعش داخل مدينة دير الزور وتمكنوا من استعادة أحياء جديدة فيها الجيش السوري وحلفائه حرروا أحياء الحمدية والجبيلة والعابد والجمعيات في حرب شوارع عنيفة هذا وتقدم الجيش والحلفاء في حي الحمدية أشار مراسل الميادين محمد الخضر إلى أن داعش لم يعد يحتل إلا كيلومترا مربعا واحدا في المدينة تستعد قوات الحجر الشعبي والقوات الأمنية العراقية لدخول مركز قضاء القائم قد فاد مراسل الميادين عن اجتماع بين فصائل المقاومة على جانبي الحدود السورية العراقية بمشاركة الحرس الثوري الإيراني مراسلنا قال إن الاجتماع ناقش تنسيق آليات تحرير القائم والإمساك بالحدود أكد البيان الختمي لمؤتمر فلسطين بين وعد بالفور والوعد الإلهي خيار المقاومة لتحرير الأرض وأشدد على أن الاعتراف بإسرائيل خيانة وجريمة سياسية المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة في بيروت دان كل محاولات التطبيع عند بعض الدول العربية علنا وعلى رأسها السعودية كما دع المؤتمر إلى وقف الحرب على اليمن ورفع الحصار عن شعبه أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن إسرائيل لن تسمح لحماس بالبحث عن العالقين في النفق الذي دمره الجيش الإسرائيلي من دون التقدم في مسألة الأسرة والمفقودين وإلى هذا تقدم أعضاء في الكنيسة بطلب للجيش والحكومة باستغلال الحالة التي نشأت من تدمير النفق لإطلاق سراح الأسرة والمفقودين الإسرائيليين علقوا أن حماس الآن في دائقة يمكن ممارسة الضغط عليها سلمت فعاليات مغربية رسالة للقائمة بأعمال السفارة البريطانية عند الرباط لتنديد بوعد بلفور واحتفاء تيريزا مي بالذكرى بموازات رسالة الفعاليات اليسارية والقومية والإسلامية وقف البرلمانيون الذين طردوا وزير الأمن الإسرائيلي السابق عمير بارت في بهو المجلس لتسجيل موقف الجماهير الشعبية من الوعد المشؤوم أصدر القضاء الإسباني مذكرة دولية للقبض على رئيس أقليم كتالونيا المقال كارلوس بوكديمون كما طلب القضاء توقيف ثمانية قادة لأقليم كتالونيا المقالين بوكديمون الموجود في بلجكا لم يحضر جلسة للاستماع إليه في مدريد ووصف الاستدعاءات بالسياسية بأنها إجراءات تفتقد لأي أساس قانوني ختام هذا الموجة الزعودة من جديد لمتابعة ملفات المسائية وإليك راميا سكرا لك فتون إذن تحيل روسيا إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن تمديد عمل الألية المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا مشروع القرار هذا يأتي ردا على تقرير بعثة التحقيق الدولية والذي اعتبرته موسكو غير مقنع وسطحيا وغير مهني سلام العبيدي ست مرات لجأت روسيا إلى حق النقض الفيتو لإجهاض مشاريع قرارات مدينة لحليفتها الأولى في الشرق الأوسط سوريا وإذا اقتضت الضرورة ستصوّق مرة سابعة وثامنة وتاسعة وغيرها فلم يمضي حتى أسبوع واحد على آخر فيتو ضد المشروع الأمريكي لتعلن موسكو عن مشروعها لقرار دولي ينظم آليات عمل البعثة الدولية للتحقيق في استخدام السلاح الكيميائي في سوريا سنحيل إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار روسي حول تمديد التفويض لآلية التحقيق المشتركة هذه الوثيقة الجديدة التي تستند إلى تحليل دقيق لخبرة متراكمة على مدى عامين سيتم التركيز فيها على كشف أوجه القصور في تقرير بعثة التحقيق كما سيركز فيها على تعزيز آليات التحقيق قضم موسكو أثاره ليس فقط إصرار واشنطن على طرح مشروعها للتصويت في مجلس الأمن قبل نشر تقرير بعثة التحقيق الدولية فموسكو مستأة أيضا مما وصفته بسطحية هذا التقرير وعدم مهنيته وافتقاره للأدلة المقنعة على عكس التحليل للحقائق والعينات الذي أجراه القبراء الروس لابد من الإشارة إلى أن قذفة سخوي 22 السورية التي لمحت في ذلك اليوم المشؤوم ليس بعيدا عن خان شيخون لم يكن بمقدورها أن تلقي قذفة السرين لاعتبارات تقنية تتعلق بتصميم الطائرة علاوة على ذلك فأن طبيعة الحفرة التي يزعم أنها ملوثة بغاز السرين نجمت ليس عن سقوط غذيفة جوية وإنما بفعل تفجير عبوة ناسفة على سطح الأرض أما السرين فجلب إليها بعد تصوير مشهد الأشخاص الملثمين بأقنعات واقية روسيا لا تريد تسييس الملف الكيميائي السوري الذي تعتبره مغلقا وتدعو الآخرين إلى العمل معها في مجلس الأمن لصياغة آليات عمل بعثة التحقيق الدولية واضح أن موسكو لا تريد تكرار ما تصفه بمسرحية خان شيخون التي استخدمت كذريعة لقصف قاعدة الشعيرات الجوية وعلى ما يبدو فأن لدى القيادة الروسية هاجسا باحتمال التكرار على خلفية الصراع السياسي الداخلي بين إدارة ترامب وخصومها بإعدادها مشروع قرار خاص بها ورفضها استنتاجات البعثة الدولية للتحقيق في حادثة خان شيخون روسيا تظهر أنها مستعدة لكافة الاحتمالات في مجلس الأمن الدولي سلام العميدي موسكو الميادين بالتوازي شدد وزير الخارجية روسي سيرجي لافروف على عدم جواز تسيس عمل الآلية المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حضر الأسلحة الكيميائية في سوريا جاء ذلك خلال اتصال مع نظيره الأمريكي راكس تيلرسون بحث فيه الطرفان تكثيف الجهود الدولية لدعم التسوية السياسية في سوريا كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية كذلك ناقش الجانبان الجهود للقضاء على الأرهابيين في سوريا نفتح النقاش وينضم إلينا لهذه الغاية هنا في الاستوديو الكاتب والصحفي سيد يونس عودة كذلك ينضم إلينا من العاصمة البريطانية لندن عبر الإنترنت رئيس تحريري جريدة رأي اليوم الإلكترونية سيد عبدالباري عطوان مرحبا بكم البداية من الاستوديو لو سمح سيد عبدالباري معك سيد عودة عودة بالسؤال ليست المرة الأولى التي تتعامل روسيا مع ملف الكيميائي في سوريا يبدو التعامل هذه المرة في شكل النص المكتوب وفي المضمون مختلف لماذا برأيكم؟ أولا لأن التقرير يحمل مخاطر كبيرة مضمون التقرير خطير وصياغة التقرير خطيرة والجهات التي تقف وراء التقرير لديها نوايا خطيرة جدا وخبيثة أنا أعتقد أن الخطورة تكمن في أن الأمم المتحدة تحولت إلى مجموعة غب الطلب لدى الولايات المتحدة الأمريكية تشكل لجان غير مهنية لتبني عليها أو تبني على أباطيل السياسات اللاحقة ومنها ما يمكن أن يتوجس منه بأن الولايات المتحدة تعد لمسألة خطيرة تجاه سوريا لذلك كان الرد الروسي بهذه التوصفات بأنه تقرير للتخريب يعني بمعنى من المعاني أن الصدام الروسي الأمريكي وصل أيضا إلى مرحلة لم تعد موسكو تناور أو تحاول أن تلطف الأعمال عبر اختيار كلمات ديبلوماسية كانت مباشرة جدا تقرير غير مهني بمعنى أن الذي يقف وراءه نحتاج لذلك أم أن الواقع الميداني اليوم يفرض عليها مثل هكذا لغة أم أنه في خطورة فعلا كبيرة تدفع إلى هكذا لغة الواقع بحد ذاتها تدفع إلى هذه اللغة لأن التقرير مبني على أباطيل لم يكن هناك زيارة إلى الموقع أخذت عينات من الموقع بشكل صحيح ثانيا بلا شك أن روسيا أيضا تعتمد بشكل كبير جدا على الواقع الميداني الذي تحقق خلال الأيام أو الأسابيع الأخيرة في سوريا هذه القاعدة التي على أساسها تتحرك روسيا ما أفهم منك سيد عودة سمح لي أن أقتبس منك الجملة التي قلت هي تقرير التخريب ما لك بذلك سيد عبد الباري عطوان مع السؤال المؤتمر الصحفي ركز على تفنيد التقرير المقدم باتهام الجيش السوري باستخدام الكيميائي في حادثة خان شيخون المفترضة فند الجانب التقني منه ووقفه على أدلة وإثباتات في الجانب السياسي ما الذي تحاول موسكو أن تضحضه يعني موسكو تتوقع تصعيدا أمريكيا خطيرا الآن سوريا مستهدفة إيران مستهدفة حزب الله مستهدف هناك عدة قراءة أساسية مثلا الغارة الإسرائيلية يوم أمس على منطقة على جنوب حمص أيضا اليوم فتحت أو بالأمس فتحت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ملفات وحاولت أن تربط بين أسامة بن لادن زعين تنظيم القاعدة وبين إيران وقالت أن إيران كانت تدعم تنظيم القاعدة واستندت إلى ما قالت أنه إرشيف الشيخ أسامة بن لادن الذي حصلت عليه بعد فئله في أبو تاباد الأمر الثالث والمهم جدا هو القصة التصعيد الإسرائيلي بشكل مباشر ضد حزب الله واتهام الحزب بالإرهاب وضع الولايات المتحدة الأمريكية للحزب وعقوبات جديدة عليه والتحرش الأمريكي بالمفاعل أو الاتفاق النووي الإيراني على وجه التحديد إذا وضعنا كل هذه العوامل المجتمعة نجد أن تسريب نتائج التحقيق الأممي بين أوسين عن استخدام أسلحة كيموية في خان شيخون يأتي في نفس هذا الإطار في نفس هذا الإطار بمعنى اللي هو تكوين أو بالإنجليزي يقوله throw a lot of mats one will stick يعني أثر الكثير من الاتهامات والإشارات هنا وهناك والأدلة بحيث يبرروا أي عدوان مستقبلي أنا أرجع للوراء قليلا عندما أرسلت الأمم المتحدة فريق تفتيش إلى العراق للبحث عن أسلحة الدمار الشامل هناك كان من بين المفتشين سكوت ريتر وسكوت ريتر كان عميلا للCIA موظفا في وزارة المخابرات الأمريكية وجرى زرعه في فرق التفتيش سكوت ريتر انقلب على الولايات المتحدة الأمريكية وفضح كل شيء وقال أنهم قالوا لنا يفعلوا كذا وزودون بالمعلومات كذا ووضعوا حتى قالوا أنهم وضعوا أشياء تحاول أن تثبت بأن العراق يمتلك أسلحة الدمار الشامل يعني لماذا لا يكون وسط هؤلاء المفتشين من هم من العملاء الأمريكيين واستطاعوا أن يفبركوا هذه القصة بطريقة أو بأخرى هناك من يقول هذه نظرية تأمورية ما هو دليل؟ دليلي هو السوابة السابق هو أن العراق استخدم كحق للتجارب والتجسس وفي النهاية اكتشفنا أنه لا توجد أسلحة الدمار الشامل وقبل هذا التجارب بعد أن تم غزو العراق واحتلاله لماذا لا تكون هذه المحاولات كلها مجتمعة هي بهدف تجريم حزب الله تجريم إيران تجريم سوريا للتهيئة الأجواء لحرب جديدة ربما أوسع خاصة أن الحرب على الإرهاب انتهت أو أوشقت على الانتهاء وربما نحن على حواف الحرب الثانية ضد سوريا وضد إيران وضد حزب الله سأبقى معك سيد عبدالباري أطوان لأنك قفزت بشكل كبير تتحدث عن مؤشرات حرب تابعت المؤتمر الصحفي المشترك الجزارة الخارجية والدفاع الروسيتين تبعته بعناية ما قدم بالفعل وكأنه يتم التعامل معنا على أننا سوزذج يعني فيه فتحة في الأرض وفيه صفيحة معدنية ومن خلالها يبنى الكثير هل ممكن أن يتم استخدام مثل هكذا ذرائع بهذا الشكل أساسا أمام مثل هكذا ذرائع تبدو بسيطة جدا لماذا تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية وأن معها لمثل هكذا ذرائع إذا أرادت أن يعني بناء على كل المؤشرات التي طرحتها أن تقوم بالفعل وتشن حربا قد يكون منطلقها في سوريا أو لا أدري في مكان آخر طلاقا من مثل هكذا التقرير لماذا؟ يعني أسف الولايات المتحدة الأمريكية طبعا لا تحتاج إلى ذرائع لكن هناك جوانب قانونية لأي حرب لأن هذه الأي حرب تترتب عليها تعويضات تترتب عليها إدادات تترتب عليها يعني أشياء كثيرة فحتى يشن هذه الحرب يجب أن يخلق الضرائع ويخلق المبررات لا يعني غدا عندما يتم فتح الملف السوري ستكون هناك تعويضات أو مطالبة بالتعويض على كل الدول التي تورطت في هذه الحرب الولايات المتحدة الأمريكية الآن أصدرت قانون جستة وهذا القانون يعاقب كل الدول التي تورطت في أحداث الحادي عشر من سبتمبر وكانوا يجمعون الأدلة على المملكة العربية السعودية على قطر على دولة الإمارات العربية المتحدة ولا نعرف ما هي الدول الأخرى التي سيراحقونها فالأدلة القانونية هنا مهمة جدا وضرورية جدا وهذا ما يفسر ردة الفعل الروسية القوية ضد هذا التقرير الروسية يقولون لا نريد تكليف من مجلس الأمن وفريق يشكل من قبل مجلس الأمن ويكون يملك الصلاحيات المهنية والخبرات العملية بحيث يثلت هذه المسألة ولذلك رد الفعل الروسي القوي جدا هو استشعار لخطة أمريكية لضرب سوريا ولبنان وإيران بطريقة أو بأخرى والآن يجمعون الضرائع طيب وربما يعني ما يتصق مع هذا الكلام سيد عطوان ما قاله أوليانوف بأن الأسبوعين المقبلين سيكونين حافلين بنقاشات حادة في مجلس الأمن ومنظمة حضر الكيميائي حول حدثة خان شيخون وبالتالي هذا ربما يتصق مع ما تطرحه وسأسأل عن ذلك لكن اسمح لي أن أستشير وأسمزج رأيك سيد عودة تتفق مع هذا الطرح بأن ذلك قد يكون مقدمة لما هو أكبر أمريكا تحاول تأمين ظهرها وتنظف العملية قبل أن تبدأ يعني بلا شك أن رفع لهجة الاستفزاز والمتوازية مع بناء حملة الضرائع مع حملة لبناء الضرائع للمرحلة المقبلة وهذا ما كنت أشارت إليه في البداية بأن هذا الهجوم الدفاعي إذا جاز التعبير بعد سلسلة مسائل حصلت على الأرض وصلت الولايات المتحدة من خلالها إلى الحائط المسدود وبالتالي عليها أن تقفز قفزة أخرى هذه القفزة لا يمكن أن تتم بدون ذراءة تحاول أن توهم الرأي العام العالمي بأن هناك ما يمكن أن يستند عليه لمحاسبة النظام السوري بين مزدوجين والحلفاء وحلفاء هذا النظام على مبدأ المكانة خطوط الحمر التي وضعها أوباما والتي على أساسها أيضا نفذ ترامب العدوان أو الغارة على مطار الشعيران بالضبط تماما هكذا وهذا يأتي في ضمن السياق عند كل محطة نرى أن الولايات المتحدة وحلفائها إن كان في من الدول الخليج السعودية على وجه التحديد أو تل أبيب يقومون بخطوات ميدانية على الأرض لمحاولة تجهاض أو تصورهم أنهم يمكن أن يجهدوا الذي تحقق في الميدان من خلال بناء ذرائع جديدة لمرحلة جديدة يحاولون الالتفاف عليها على ما يمكن أن يتحقق لاحقا وبالتالي هم يكونوا قد تحضروا إلى خطة أخرى للمواجهة على ما يبدو أن هذه المرحلة روسيا لم تعد مكتفية بمحاولة الاحتواء والكلام مع تيليرسون اليوم من قبل لافروف بأنه يجب أن نكون نكافع الإرهاب بشكل جدي وأن نكون مهنيين في التعاطي مع الأمور هذا اتهام مباشر للولايات المتحدة لأن الكلام موجه لتيليرسون أيضا كان هناك مسألتين مهمتين جلتا في الساعات الماضية وهو قيام الطائرات الاستراتيجية الروسية بتوجيه ضربات إلى معاقل أساسية لداعش في منطقة المكمال التي تحاول الولايات المتحدة أن تسابق سوريا وحلفائها في الوصول إلى هذه النقطة مكان الاستهداف له فيه رسائل إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأجواء التي سلكتها القاذفات الاستراتيجية الأجواء الإيرانية يتسيب الهدف أيضا ذلك يحمل كثير من الرسائل لا أدري إذا كنت تشير إلى هذه خطة المواجهة سنتحدث عن ذلك ونشرك معنا سيد عبدالباري عطوان ولكننا نسفرد أيضا لهذا التقرير الذي يساعدنا في النقاش إذن مشاهدين السلوك الروسي يؤشر إلى إصرار على عدم العودة إلى الوراء فهل يهتز عرش جنيف؟ لا تشفير بعد اليوم في الرسائل الروسية تخط موسكو خطابها السورية في الجو والميدان وفي مجلس الأمن والمؤتمرات الصحفية وفي كل مكان طائراتها تواصل استهداف الإرهابيين من دير الزور إلى الحدود العراقية أهمية هذا التحرك الجوي ليس في كونه يضرب الإرهابيين وحسب بل في عبوره الأجواء الإيرانية تحديدا فهذه رسالة واضحة للأمريكيين والكردي تحديدا بأن هذه هي منطقة عملياتنا رسالة توجهها موسكو بتنصيق واضح مع إيران وعلى أعلى مستوى في الخطاب الروسي لا آت حازمة لا عودة إلى الوراء في المشهد السوري لا عبر شماعة الكيميائي ولا عبر استعادة نغمة تنحية الأسد ولا عبر أي محاولة لتغيير قواعد اللعبة القرار الروسي يبدو حاسما في عدم السماح لأي لاعب بالمس بكل ما تحقق ميدانيا حتى أن اللاعب الروسي تخلى عن بعض الأدبيات التي تختبئ خلفها عادة بعض الدول كأن يتهم الأمريكيين بالكذب أو عندما يصف تقريرا أمميا بأن من صاغه مجموعة هوات تمضي موسكو بسياسة طي الصفحات ملف داعش يقفل ويفتح ملف الحوار الوطني السوري ثم تمن يقول إن النية الروسية تقضي بأن تكون سوتشي بديل جناف ولكن بصرف النظر عن النوايا الثابت أن الكرامل يمضي بسياسته قدما لبل أنه يرسم حدود الدور التركي أيضا فها هو ميخايل بوكدانوف يعلق على رفض أنقرى مشاركة قوى كردية في المؤتمر الوطني بالقول إنه مواطن سوريا وليس تركيا في موسكو لا عودة إلى الوراء وفي واشنطن محاولة للعودة إلى المربع الأول صراع يهز عرش جناف ويثبت قواعد اللعبة نعود إلى ضيفيننا وعود إليك سيد عبدالباري عطوان انطلاقا من تقرير الزميلة جراسيا بيطار بدأته بأنه لا تشفير بعد اليوم في الرسائل الروسية لا أدري إذا كانت تلك القاذفات الاستراتيجية حملت تلك الرسائل الواضحة في الإطار العسكري لكن إطار الرد الذي سنرى في هذه المرحلة روسيا وحلفائها بطبيعة الحال إيران وسوريا كيف سيكون استراتيجية الرد ستكون سياسية سوتي قبل جنيف أو مقابل جنيف أو بدلا من مرجعية جنيف يا سيدتي مرجعية جنيف انتهت واللاعبون الذين شاركوا في مؤتمرات جنيف أيضا تراجع دورهم إلى الصفر وربما إلى دون الصفر أولا مرجعية الأستانة ألغت أو تجاوزت مرجعية جنيف الآن مرجعية سوتي ستتجاوز مرجعية جنيف أو تؤكد على تجاوزها بالكامل الروسيا تملك أجندة هي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة على الأرض السورية هناك أجندة روسية واضحة وعلى مراحل وهذه المراحل تكمل بعضها البعض مرحلة الحل العسكري حسمت والطائرات الاستراتيجية أو القاذفات الاستراتيجية تقول ذلك نريد أن نلهي هذا الملك بأسرع وقت ممكن قرأنا وسمعنا أن الحرس الثوري الإيراني يشارك في معارك ديرزور والقائم هذا يعني تطور جديد جدا في الأزمة السورية روسية هي التي تملك أوراق اللعب هي التي تحدد اللاعبين هي التي تضع الأجندة وما على الآخرين إلا الالتحاق بهذا القطار الذي يسير بشكل متسارع المرحلة العسكرية أرشكت على النهاية إلا تكون امتهت الآن تبدأ الحل السياسي الاستراتيجي على صعيد الملك السوري وكمقدمة لحسم الأمور على صعيد المنطقة بأسرع هذه هي الحقيقة طبعا هناك من يعترض واعترضوا في السابق على عملية آستانا واعترضوا أيضا على عملية المرصات في جنيب فالآن الصورة واضحة جدا المؤتمر سيعقد يوم 18 من الشهر الحالي 33 دعوة أو 33 جهة وفصيل جرى توجيه الدعوة إليهم لحضور هذا الاجتماع يعني إذا تخلف فصيل أو مجموعة أو مجموعتين يعني تبقى 31 أو 30 كتلة أو تنظيم أو حزب ستشارك في هذا المؤتمر الرد الروسي كان واضحا جدا بالنسبة لتركيا هؤلاء مواطنون سوريون يشاركون كسوريين في هذا المؤتمر ليس لهم علاقة على الإطلاق بتركيا وعلى تركيا أن تقبل بهذا الأمر اللي هي العليا للمقاوضات تريد أن تقاطع بل تقاطع قاطعت في السابق هذا مهم سيد عبد الباري لو سمحت لي تسمح لي وسامحني على المقاطعة موضوع تركيا موضوع مهم يعني لا يمكن أن نقفز عليه بشكل سريع دون أن نقف عنده يعني اليوم في محددات تستطيع موسكو أن تضعها خصوصا بالتعامل مع تركيا التي كان لاستكمال دورها في أستانا يعني من العوامل المهمة التي أفضت إلى نجاح أستانا ومناطق خفض التصعيد تسمح لي أن أقول هذه النقطة سيد عودة ما رأيك بها هل يمكن بالفعل أن تستطيع موسكو أن تنظم مؤتمرا بهذا الشكل وأيضا تضبط إنجاز التعبير طبعا تركيا بما له علاقة بالكرد بلا شك أن روسيا لديها برنامج تسير عليه وأثبتت السنتين السنتين الماضيتين أثبتت أن الروس يعملون بحرافية عالية وأيضا بصبر واسع لذلك هم عندما اجتذبوا الأتراك إليهم رغم ما يحمل الروسي من هم طائرة التي أسقطت لا بس سامحني سيد عودة النقطة تركيا كان لها ما تريده وكان على الأرض في أستانا فيه من روعية المصالح والرؤية التركية وترجم ذلك في أستانا ما الذي ستأخذه تركيا فيما له علاقة بسوتشي ربما يكون واحد؟ على تركيا عن بعض الفصائل التي تديرها تركيا ممكن أن تكون مشاركة ربما التركمان كمكون سوري يمكن أن يشاركه مثل ما سيشارك الأكراد بغض النظر إذا وافقت تركيا أو لم توافق اعترضت أو لم تعترض وكذلك إذا اعترضت السعودية هذا لا يعني أن بعض الفصائل التي لا تزال تمويلها السعودية أنها لن تكون حاضرة الروس يحاولون الآن تفكيك الألغام ما أمكن لكي يجلس السوريون مع بعضهم البعض للوصول إلى صيغة بعيدة عن كل ما كان يفرط في السابق من جونيف واحد وجونيف اثنين التي عمليا قد انتهت وأنت تتفك هنا مع سيد دعطان مع السنة والتي ستأتي يعني يأتي مؤتمر سوتشي ربما أو خطوة ما قبل النهائية في ضرب كل ما يمكن أن يكون خارج إطار الدولة السورية طيب سيد عطوان بدقيقة قبل أن ننهي هذا الملف ما هو المسار الذي قد نراه في أروقة الأمم المتحدة مجلس الأمن والذي أشار إليه أوليانوف أنا في تقديري روسيا بلا شك قادرة على التغلب على كل العقبات بمعنى تستطيع أن تعود تركيا في ناحية أخرى ثم أنه روسيا استطاعت من خلال التعاون مع تركيا وإيران ترتيب منظومة آسيتانا ونجحت جدا في تأسيس أربع مناطق لخطت التوتر وعطت تركيا ضمانات كبيرة فيما يتعلق بإدلب على وجه التهديد فأعتقد أن المجلس الأمن بعد ذلك سيكون الخطوة النهائية التي تعتمد هذا الاتفاق بشكل أو بآخر نحن الآن في العصر الروسي نحن الآن في عصر بلادمير بوتين زيارة بوتين لطهران كانت زيارة مهمة جدا وتؤكد على أن هناك محور قوي جديد في المنطقة يملأ الفراغ الأمريكي ما لمح له المسؤولون الروس هو أننا نحن الذين نجلس أمام عجلة القيادة في الشرق الأوسط ومن يريد أن يلتحق بنا أهلا وسهلا من لا يريد أن يلتحق بنا أيضا أهلا وسهلا ونحن مستعدون ومنفتحون للحوار سنقدم الضمانات التي تريدها تركيا أو تريدها إلى طرف آخر سوريا الآن بالدرجة أو أخرى أوشكت على نقطة النهاية واقتربت من نقطة النهاية وسوتي غير جنيب سوتي هذا مؤتمر روسي بالدرجة الأولى وليس مؤتمرا دوليا فأعتقد روسيا ستملي تجربتها وأجندتها على الحضور بما يؤدي إلى نقلة جديدة ومستقبلية تمهد لإعادة الإعمار في سوريا وترتيب الأمور والاستقرار بإذن الله وهذا بطبيعة الحال نحتاج إلى في شكل بالإقليم مع تطورات التي طرحتها يحتاج إلى استراتيجيات جديدة وستراتيجيات بالنسبة لمحور المقاومة هذا يحيننا للملف الثاني أطلبك رجعنا أن تبقى معنا وأيضا السيد يونس سعودة ومشاهدين فاصل قصير ونواصل هذه المسائية مرحبا بكم من جديد في المسائية من الميادين وفي ملفها الثاني صورة اللقاء الذي جمع الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله بنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري مؤشر على تنامي التقارب بين الحزب والحركة هذا في الظاهر لكن ماذا في وراء النشر المقصود لهذه الصورة بعد عدد من الاجتماعات السابقة التي لم تنشر صورها في الإعلام هذه قراءة لمحمد محسن مثل هذا اللقاء كان محرجا لحماس قبل سنوات لكنها اليوم لا تبالي بكشفه الحركة تعيد تجذير علاقتها بمحور المقاومة عبر حزب الله تقول صورة اجتماع نصر الله والعروري الكثير المقاومة الفلسطينية المسلحة لن تتأثر بالمصالحة الفلسطينية الأخيرة صالح العروري من الشخصيات التي دفعت حماس نحو إعادة برمجة علاقاتها الإقليمية فكان أنزار وفد رفيع المستوى العاصمة الإيرانية وأعلن ذلك بعد لقاء آخر غير معلم ولسيرة اللقاءة غير المعلنة حصة وافرة إذ تؤكد مصادر مطلعة للميادين أن نصر الله استقبل العروري مرتين على الأقل لم يعلن عنهما في الأشهر الأخيرة أين يسكن العروري اليوم؟ في ضحية بيروت الجنوبية تحت رعاية حزب الله لم تجد حماس في السنوات الخمس الأخيرة من يحتضنها كمحور المقاومة فبقاء قادتها في تركيا ومنهم العروري انتهى مع أول طلب إسرائيلي بترحيلهم منها ثم في قطر لم تكن الأمور أفضل حالا إذ طلب من أسماء محددة في حماس مغادرة الدوحة بطلب أمريكي قبل أشهر جاءوا إلى معقل حزب الله وتلك نقطة تضاف إلى مسيرة تحسن العلاقات بين الطرفين سياسيا إذ أن العلاقات بين الأجنحة العسكرية في حماس وحزب الله وإيران لم تنقطع يوما حتى في عز الخلاف السياسي حول أزمات المنطقة من البديهية أن تقلق صورة نصر الله والعروري إسرائيل ليس فقط لأن العروري هو مسؤول ملف الضفة الغربية في حماس بل لأن التقاء حركات المقاومة رغم كل الخلافات الجانبية يعزز القوة المواجهة لإسرائيل التي تراجع دورها في المنطقة مع نمو قدرات حركات المقاومة وتصاعد دور الدول الإقليمية الكبرى اللقاءات بين قيادات حماس وحزب الله كانت إيجابية وتخللتها مكاشفة ومصارحة بنقاط الخلاف وإذا صار مؤكدا عودة علاقات حماس بإيران وحزب الله إلى طبيعتها فإن الأنظار تشخص نحو قطب آخر مهم في هذا المحور سوريا تقول المعلومات المؤكدة أن حزب الله وإيران يسعيان لرأب الصدع بين حماس ودمشق تمهيدا لترميم العلاقة لكن المعلومات تقول أيضا إن ذلك يحتاج وقتا نعود إلى ضيفين بعد تجديد الترحيب بهما سيد يونس عودة معنا هنا في الستوديو سيد عبد الباري عطوان منضمن إلينا من لندن وأبدأ معك سيد يونس عودة مما تابعناه بأنه ليست المرة الأولى التي يجتمع فيها نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري مع الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله اليوم الصورة تنشر لماذا؟ يعني أولا لأن المحادثات التي كانت تجري في الماضي كانت تمهد لخلصات وبمعنى من المعاني اتفاقات نهائية جذرية بعد إعادة حماس قراءة مواقفها خلال السنوات الماضية وهناك عودة إلى هذا المحور الذي خرجت منه حماس نتيجة بعض الأحلام والأوهام عودة للمحور ترى ذلك يعني عودة إلى محور المقاومة في تحفظ بالطرح للموضوع حمساويا بهذا الشكل أنه محور المقاومة حتى الآن هي لم تخرج نهائيا أنا لم أقول خرجت نهائيا من محور المقاومة لكنها خرجت من بعض الأسس إذا جاز التعبير خصوصا فيما يتعلق بالوضع في سوريا كان هناك عناصر من حماس يقاتلون إلى جانب الإرهابيين في كثير من المناطق لكن الآن على ما يبدو هناك إعادة قراءة إعادة تقييم لهذا الموضوع وجاءت هذه الصورة الباسمة لتقول أن حماس ربما مع المصالحة التي تجري مع حركة فتح الآن والتنازلات الكبيرة التي قدمتها حماس من أجل هذه المصالحة لكنها تقول أننا لم نترك البلدقية ولازلنا في خندق المواجهة مع إسرائيل وهذه مسألة تهم المقاومة في لبنان المقاومة الإسلامية حزب الله تهمه كثيرا أن من يريد مواجهة إسرائيل فهو يمكن أن يجد هذا الحضن الدافئ ما كنت أريد أن أقوله سيد عودة بأن حركة حماس الآن تريد تقول نحن في حلف مع كل من يدعم القطية الفلسطينية لا تريد أن تقول بأنها بمحاور مع الإشارة أنه اليوم كان مؤتمر دولي لاتحاد علماء المقاومة شاركت في حركة حماس كان في كلمة مهمة لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي هذا أيضا يرسل إشارات وهنية أيضا كان جمعه اتصال هاتفي من حزب الله سيد حسن نصر الله هاتفه معزيا بشهداء تلك الغارة الإسرائيلية على النفق كلها إشارات في التوقيت سمح لي أن أحيلها للسيد عبد الباري عطوان ما الذي يعلنه هذا الاجتماع في نشر الصورة علنية أنجاز لنا التعبير هي بالفعل خلاصات واتفاقات كما قال سيد عودة لمن ترسل الرسائل إسرائيل بالتأكيد يصلها رسائل من أيضا تصله رسائل اللقاء بين العروري والسيد حسن نصر الله يعني لا شك أن هذا اللقاء هو من أهم اللقاءات التي جرت بين حماس أو حركة حماس وبين السيد حسن نصر الله زعيم المقاومة الإسلامية في لبنان بمعنى في الماضي كان هناك بعض الخلافات كانت في داخل حماس كان هناك جناحان الجناح الخارجي الذي يتزعمه السيد خالد مشعل خالد مشعل أيوه والجناح الداخلي بهذه السرعة عن سيته سيد عبد الباري عطوان هذه مقصودة يمكن ما بعرف لا 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 معارش سامحون أنا فكرت مقصودة سيد خالد في الباضي كان هناك حركة محور المقاومة كان يتواصل مع الجناح العسكري لحركة حماس ومع السيد محمد ضيد رغم أن الجناح الخارجي ابتعد عن محور المقاومة ابتعد عن سوريا ابتعد كثيرا في العمل السياسي واقترب من تركيا ومن دولة قطر الآن ما جرى على وجه التحديد هو أن عملية اندماج حصل هذه عملية الاندماج بين الجناح العسكري والقيادة الحمساوية الجديدة إذا نظرنا إلى هذه القيادة الجديدة نجد أنها أولا يعني إما من الداخل وأما من مؤسسي الجناح العسكري وأما أيضا من الشخصيات القيادية التي اعتقلت وسينت لسنوات في المعتقلات الإسرائيلية معنى آخر يعني الآن لم تعرض حماس تعيش هذا التناقض بين الداخل والخارج أو بين جناح عسكري وبين جناح سياسي السيد صالح العارولي يمثل الجناح العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية مثلما يمثل السيد يحيى السنوات الجناح العسكري في داخل قطاع غزة على وجه التحديد والآن هناك تكامل بين الجانبين كان ملاحظا أن إيران وحزب الله يركزاني بالدرجة الأولى على هذا الجناح العسكري وعلى السيد صالح العارولي كان أول لقاء في السفارة الإيرانية مع السيد حسين عبداللهيان والسيد العارولي ثم بعد ذلك ذهب العارولي على رأس وفد كبير لحركة حماس للتهنية التي هي عادة تنصيب السيد حسن روحاني رئيسا الجمهورية الإيرانية بعد انتخابه مجددا الآن هذا اللقاء يعني يوصل رسالة قوية جدا إلى إسرائيل إلى دول عربية تطبع مع إسرائيل هذه الرسالة تقول بأن حماس أصبحت جزءا أصيلا في محور المقاومة من حيث التطور الجديد في استراتيجيتها السياسية والعسكرية يعني يريدون أن يقولوا ها هو سيد صالح العروري الذي وقف خلف العملية خطف وقتل ثلاث مستوطنين إسرائيليين كرد على خطف وحرك الشاب محمد أبغدير ها هو الآن يعني ينسق مع حزب الله وينسق أيضا مع إيران وأنا لا أستبعد شخصيا أن تكون هناك زيارة قادمة له لدمشق واللقاء مع القيادة السورية أنا لا أستطيع أقلالي على الإطلاق لأن مسكرة في مصر كانت مع السيد كانت مشعب تحليلي الموضوع تحليلي بحث منك سيد عبد الباري أم أنه في مصادر أو معلومات تفضي لمثل هكذا نتيجة والله أنا في تقديري يعني سوريا كانت دائما مع محور المقاومة وسوريا هي الدولة الوحيدة التي احتضنت حركة حماس وفاتحت لها مكاتب عندما تخلى عنها الجميع وابتعدوا عنها كلية يعني فسوريا دائما قلبها كبير وسوريا الآن تتعافى بشكل مضطرق وبلا شك أن لها عتب على حركة حماس وهذا العتب مشروع لكن أعتقد أن عندما يتعلق الأمر بفلسطين أنا في تقديري سوريا ستتجاوز هذا العتب وخاصة أن هناك قيادة حمسوية جديدة تؤمن بالمقاومة وتؤمن بالانضمام إلى محور المقاومة وترى في هذا المحور سندا حقيقيا لها فأنا تقديري الشخصي وهذا معرفتي للأمور أنا في تقديري أنه ربما هذا العتب يزول وأنا لا أستغرب أن يكون السيد صالح العروري قريبا وربما قريبا جدا في دمشي والأيام بيننا طيب ولا أدري وأنا سألتك ما الذي يعنيه مثل يعلنه هكذا لقاء إن كنا أمام توحيد جبهات يعني نهاية لمرحلة الجبهات المنفصلة للمقاومة والآن أمامنا جبهة موحدة للمقاومة في مواجهة ما يحكى عن أن مواجهة أو حرب عسكرية لن تكون إسرائيل تقاتل ضلعا من محور المقاومة وإنما ستكون كما قيل حرب الشمال الأولى ستبقى معنا سيد عبد الباري وأيضا سيد عودة ولأنه يتحدث عن البخاوف الإسرائيلية حمل هذا الاجتماع اجتماع حزب الله وحماس في بيروت دلالات واضحة خاصة للإسرائيليين أبرزها أن الحركة لا تنوي تفكيك جراحها العسكري وأسلحتها بل إن عملية المصالحة تهدف إلى تمكينها من تعزيز قوتها العسكرية أكثر أهلا بكم عصفة من التحليلات انطلقت بعد انتشار هذه الصورة والتي تظهر اجتماع الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله بنائب المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري توجس إسرائيل من اللقاء انعكس في أعلامها الخبير في الشؤون العربية يوني بن حييم كتب تقريرا مفصلا عما سماه التنسيق العملاتي بين حزب الله وحماس نقل عن مصادر أمنية رفيعة المستوى في إسرائيل أن العروري ينشئ فرعا لحماس في لبنان في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت وينسق أنشطة الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة مع حزب الله إضافة إلى تنسيق أنشطة الحركة في مخيمات اللاجئين المحلل الإسرائيلي يقرأ مخططا إيرانيا هو وضع إسرائيل بين مترقة حزب الله في الشمال وسندان حماس في الجنوب مع عشرات الآلاف من الصواريخ الموجهة إليها يقول لقد بنى حزب الله بالفعل قوته الصاروخية ضد إسرائيل بمساعدة إيران والآن حان دور الجناح العسكري لحركة حماس وقد حرص حزب الله على المحافظة على اتصال مباشر مع الجناح العسكري بحركة حماس وقائديها محمد ضيف ويحيى السنوار وسائل الإعلام العبرية تابعت الاجتماع ووسفته بالاستثنائي والأول من نوعه بين قيادي من حماس ونصر الله منذ بدء خلاف إبان الحرب في سوريا بعيدا عن هذا التحليل من المؤكد أن العلاقة بين حزب الله وحركة حماس لم تنقطع يوما وقد سعى الحزب دائما إلى تعزيز هذه العلاقة في سياق محور المقاومة في مواجهة الاحتلال ومن خلال توجيه رسائل تحمل أبعاد إقليمية ودولية نعود إلى الضيفين نعود إليك سيد يونس عودة بالسؤال أن تقلق إسرائيل هذا يعني مفهوم متوقع لكن عندما يقول خبير في شؤون العربية يوني بن حييم كتب تقرير مفصلة عما سمه التنسيق العملياتي بين حزب الله وحماس ما المقصود بهذا التنسيق؟ هل نحن نتحدث بالفعل عن توحيد جهود مواجهة؟ يعني بلا شك أن جهود المواجهة كانت هناك عمليات تنسيق في السابق لا أنا أقصد أنه اليوم مختلف يعني اليوم في جبهة ستكون موحدة باتجاه إسرائيل الإسرائيليون يعلنون ذلك أنهم لن يقاتلوا على جبهة واحدة المرة المقبلة كل التحليلات تقول أيضا أن هذه الجبهة توحدت تلقائيا بسبب التواجد العسكري للمقاومة اللبنانية في سوريا وأيضا هذا التلاحم بين الجيش العربي السوري وكل المكونات الأخرى وما قاله السيد حسن نصر الله في خطابات سابقة بأنكم في المرة المقبلة ستجدون آلاف مؤلفة سيأتون من كل حد وصوب أيضا فهذا بلا شك أنها ستكون غزة جزء من عملية المواجهة وهذا مسألة التنسيق مع حماس باتت مسألة ضرورية وحماس تدرك تماما أنها لا يمكن أن تكون خارج أي معركة مستقبلية لأن الجميع يعرف أنه لا يجوز الاستفراد بأي طرف من أطراف هذا المحور بعد التجارب السابقة التي لو كانت المواجهة أوسع لكان النصر أكبر وكان أثمر وكان أعطى ما يمكن أن يكون في آتي الأيام أو في آتي الأشهر المقبلة لأن الحرب إذا وقعت هذه المرة سيكون هناك انتصار كبير ربما تكون الحرب الأخيرة مع إسرائيل سيد عبد الباري ما الذي يدفع لأن نرى اليوم بالفعل جبهات موحدة بمعنى كانت المواجهات مع إسرائيل كانت مقاومة في لبنان كانت مواجهات منفصلة ردت أيضا عن نفسها العدوان وكذلك في قطاع غزة بالنسبة لفصائل المقاومة هنا ما الذي يدفع أن هذه المرة بالفعل سنرى جبهات مواجهة موحدة تقاتل في آن معا إن كنت أتفق مع هذا الطرح نعم أتفق مع هذا الطرح لأنه ليس هناك خيار آخر الخيار السلبي فشل خيار السلام الابتصادي فشل الولايات المتحدة الأمريكية الآن تقود حملة تصعيد ضد محور المقاومة حماس أصفحت جزءا أصيلا من هذا المحور المحرب القادمة فعلا ستكون على كل الجبهات وليس على جبهة واحدة الآن حزب الله يتواجد في شمال جنوب لبنان ويتواجد أيضا في منطقة الجولال الإيران هناك خبراء إيرانيون في سوريا وفي لبنان أيضا وفي العراق وفي أماكن كثيرة فالآن التركيز أيضا سيكون على الضفة الغربية صالح العروري هو مهندس المقاومة الحمساوية في الضفة الغربية ويملك معلومات كبيرة جدا عن خلايا حماس وعن المتطوعين الذين يمكن أن يكونوا نواة لعودة حمساوية للضفة الغربية ففي تقديري والسيد علي خاملئي تحدث أكثر من مرة عن القدس وعن الضفة الغربية وتفعيل المقاومة فيها نحن الآن أمام مرحلة إعداد والسعداد إعداد لإشعال فتيل المقاومة مرة أخرى والسعداد لحرب ممكن أن تترتك على هذه المقاومة إسرائيل تعيش مأزقا حقيقيا وتتصرف بشكل مرتبط سواء بقصف أهداف سوريا أو بإرسال طائرات استطلاع إلى جنوب لبنان في المعركة القادمة معركة مختلفة الشعب الفلسطيني سيعود هو محور الارتكاس في هذه الحرب لأن هذه الحرب ستقوم من أجل فلسطين ومن أجل الأقصى ومن أجل القدس ومن أجل وقف هذه العربة الإسرائيلية ففي تقديري نحن أمام فعلا مرحلة جديدة وتطورات جديدة ووحدة حال للمقاومة الأزمة السورية التي استمرت سبع سنوات تشك على الانتهاء الآن سيعاد التركيز على الملف أو القضية المركزية العربية الإسلامية الوحيدة في المنطقة وهي قضية فلسطين إذا المواجهة المقبلة وكاني أفهم منك هي مواجهة ما وصف بصفقة القرن توافق على ذلك سيد يونس عودة وأسألك عن رمزية أن يكون العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت يعني بلا شك أن كثير من الأبواب أقفلت بوجه حركة حماس سيما بعد انقلاب القطري أيضا وترحيل قيادات حماس من قطر وتركيا طبعا التركيا كانت سباقة أكثر نعم كانت سباقة أكثر يعني أنا أقول في الخواتيم كان دور قطر لم يجدوا حضنا دافئا سوى المقاومين في لبنان وبالتالي كانت هذه خطوة ربما كانت هناك إعادة هزة أو وعي لمن هو الأخ الحقيقي الرفيق الحقيقي من هو الذي يريد فلسطين فعلا ولا يناور باسم فلسطين إذا كانت هذه هي الحقيقة فبالتالي لا يمكن إلا أن تكون ضاحية ضاحية المقاومة هي الحضن الدافئ للذين يمكن أن يكونوا جادين في تحرير فلسطين في المواجهة مع الكيان الإسرائيلي وبالتالي مع أسياد هذا الكيان وأقصد الولايات المتحدة الأمريكية والسياسات الأمريكية ومن يدور في فلاكها إذا كان ذلك فلابد أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة مواجهة شاملة تكون ليست فقط حماس من الشارع الفلسطيني جزءا منها بل كل الشارع الفلسطيني بكل تكويناته وربما هناك وحماس تدرك تماما أنها لو خرجت من هذا الطريق فهناك كثيرون سيحتلون هذا المكان وسيملؤون هذا المكان لأن فلسطين لا يمكن أن تحرر بخطابات بل بالمقاومة وبالسلاح سيد عبد الباري أسألك عن هذه الرمزية أيضا إذا كان لديك ما تضيفه حول رمزية العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت وأطلب منك مهمة شبه مستحيلة بدقيقة أيضا أن تطلعنا ما الذي قد يحرك في المقابل انطلاقا من إسرائيل ومن قد يتحالف معه يا سيدتي المقاومة الفلسطينية عاشت عصرها الذهبي في الضاحية الجنوبية وفي جنوب لبنان حتى أيام الرئيس الراحل ياسر عرفات والعصر الذهبي لحركة فتح فأن يكون السيد العاروري في الضاحية الجنوبية فهذا أمر غير مستغرب على الإطلاق الضاحية الجنوبية احتضنت المقاومة اللبنانية وقبلها المقاومة الفلسطينية والمقاومة العربية فلذلك الرمزية هنا مهمة جدا هذه هي الضاحية هذه هي التي وقفت في وجه العدوان الإسرائيلي هذه الجنوب اللبناني هو الذي حرر الجنوب لبنان أو زال الحزاب الأمني وأذل إسرائيل والجنوب اللبناني هو الذي تصدى لعدوان 2006 وهزموا حزيمة نكراء يعني حتى هذه اللحظة لم يفق الجيش الإسرائيلي منها أن التاريخ يعيد نفسه ويعيد نفسه بقوة المقاومة الإسلامية الحمساوية تتعانى عاليا مع المقاومة الإسلامية المبنانية وفي تقدير هذا العناق سيؤدي إلى حركة جديدة وبداية جديدة وصفحة جديدة ربما نرى إرهاصاتها مقاومة حقيقية للعدوان الإسرائيلي على الأمة وعلى المنطقة بأسر كيف يمكن أن يتحرك المحور المقابل بشكل سريع لو سمحت يا سيدتي المحور المقابل فليتحرك يعني ماذا لديها أن يفعل حزب الله كان عنده عشر آلاف صاروخ مثلا عام 2006 الآن عنده 150 ألف صاروخ وقضيفة كان عنده عشر آلاف مقاتل الآن حزب الله عنده من 25 إلى 30 ألف مقاتل هناك إيران هناك سوريا هناك الجيش اللبناني البطل هذا الجيش اللبناني الآن يقف في خندق المقاومة لم يكن في خندق المقاومة في أي من الحروب السابقة الآن في ظل رئاسة العماد ميشيل عون هذا الجيش وقيادة شريفة تقف مع المقاومة فإذا أرادت إسرائيل أن تهاجن لبنان يعني لن يكون هذا النجوم سهلا وسيد نصر الله قال يعني سيكون اليهود وقود لهذه الحرب القادمة وعليهم أن يهرؤوا من الآن لأنه ربما لن يجدوا البقض أنا في تقديري الأمور تتجه نحو التصعيد وشخصيا أنا أقول إذا أخطأت إسرائيل وأشعلت فتيل الحرب يعني ستكون الخاسر الأكبر فيه يعني هو الجسر بين إيميل لحود وميشيل عون كرؤية لدعم المقاومة قطع قليلا ووصل حتى يعني نعطي للتاريخ حقه والشخصيات أيضا التي دعمت المقاومة في لبنان كرئيس إيميل لحود أيضا حقها أشكرك جزيلا شكر سيد عبد الباري عطوان رئيس تحرير جريدة اليوم ألكترونية كنت معنا عبر الإنترنت من لندن موصول شكر لك سيد يونس عودة الكاتب الصحفي ضيفنا هنا في الاستيديو على كل ما قدمته لنا في مسائية الليلة يونس عودة أنا ربما لفظت الاسم بشكل خطأ وبختام المسائية نذكركم بعناوينها روسيا ترفض تقرير آلية التحقيق في حادثة خانشيخون بسوريا وتعتبرها فضيحة وكاتبه هوات وتقدم مشروع قرار دوليا لاستمراري التحقيق وتنسيق موسكو مع طهران يأخذ طريق الحسم في الملف السوري قاذفات تعبر أجواء إيران للقصف في البوكمال وأسرار على مؤتمر الحوار السوري في سوتي حزب الله وحماس عودت العلاقة إلى مربع استراتيجيات المقاومة واهتمام إسرائيلي بأبعاد اللقاء بين السيد نصر الله والعاروري دائما للمزيد من الأخبار والتقاري إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين تفضلوا بزيارة موقع الميادين على الانترنت الميادين دات نت إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي والمزيد من الأخبار دائما على رأس الساعة إلى اللقاء